هنجرب دلوقتي على الواتساب العادي مثلا. انا بالنسبة لي عامل بن. ده ما روش علاقة بالشرح بتاعنا. تمام. هندخل على الاعدادات من التلات موات دول. ونختار منها وبعدك نختار من هنا شات شات اللي هي المحادثات. تمام. وبعد كده هننزل تحت عندي كلمة شات باك اوب. انا نقطع لها بالشكل ده. هنا جيب لي في نسختين احتياطيتين متاخدين. في نسخة دي متاخدى اول مبارح. الساعة اتنين وتسعة دقايق. وفي نسخة تانية متاخدى على جوجل درايف دي بتاريخ ستتاشر نوفمبر. تمام? فانا هقول له بالشكل ده. هيبدأ يعمل لي شوف انا بقى اتنين وستاشر ديها. اللي هي بتاريخ الوقت دلوقتي. تاريخ الساعة دلوقتي. تمام? تمام. النسخة الاحتياطية دي محفوظة فين? علشان نقولها هندخل على مدير الملفات. طبعا النسخة الاحتياطية دي. ياما تنقلها بقى على كارت موموري. ياما تنقلها على جهاز الكمبيوتر. ياما تنقلها في اي مكان تاني. بعيدة عن الزاكرة بتاع الهاتف. ده في حالة طبعا ان انت عملت الضبط مصنع للتليفون. المهم ان انت لازم تنقل الباك اوب دي من مكانها توديها مكان تاني. تمام? تمام. اه دي مكان التخزين الداخلي. المفروض عندي هنا في فولدر اسمه اندرويد. تمام? لو اللي توب تظهر بالشكل ده. ياما هتعمل ما تلات نوع الدول تختار الضبط. وتختار اظهار ملفات النظام المخفية. ياما هتختار من هنا. في عندك كلمة الاسيات. هنخترها الكل بالشكل ده. تمام? تمام. كده هجاب لي كل الملفات. كل المجالدات. هنطهل على اندرويد. وعلى ميديا. وعلى واتساب. في عندي اتنين واتساب. في واتساب. ده واتساب بي. ده واتساب بيزنس. عندي واتساب واعادي كده. ده واتساب العادي. تمام? هدخل على واتساب العادي بالشكل ده. واخد المجالد ده كده. اضغط عليه. واعمل له نسخ. واروح عند الممري. اه دي ملفاتي. نرجع. اه دي بتغطي زاكرة. واعمل جديد. تمام? وسميه انشاء مجالد جديد. واخليه مجالد واتساب. انشاء. فين مجالد واتساب? ادي مجالد واتساب. دخلت جواه. واعمل الناس خانها. تمام? طيب دلوقتي بقى تعالى نعزف الواتساب خالص ونثبته من جديد. ادي الواتساب. بس تعالى نبص على رسلة عليه كده الاول. عشان نتأكد لما نرجع نرجع كل حاجة زي ما هي. تمام? بالشكل ده. كلام جميل. طيب اه دي الواتساب. واعمل ارغاء تثبيت بالشكل ده. اذا لتهز التطبيق ايوة هتحتفظ بنسخة احتياطية. لا امشي احتفظ. موافق بالشكل ده. تم ارغاء تثبيت واتساب. هنخش بقى نثبيته من المتجر سريعا كده ونجرب مع بعضينا. تمام? بفرض ان دلوقتي ان انا هزفت الواتساب عن طريق الخطأ او عملت بتمصنع للتليفون او هسبت الواتساب على تليفون جديد. فباخد المجالة ده اللي عملته نسخ ده. وبنقول له على التليفون جديد وانتبع مع بعضين الخطوات. تمام? هكتب هنا واتساب. ادي واتساب مسينجر. خلاص كده تثبت. هنقول له فتح. واندخل رقم تليفون عادي جدا. هقول لك تعمل ايه? اللغة العربية تمام? وبعد كده موفق او متابعة. رقم تليفوني. قبل ما ادخل رقم التليفون بقى هعمل ايه? هدخل على المجلد بتعملها فاتي. تمام? انا دلوقتي اعملت الوسخة فين في بطاقة الزاكرة. ادي بطاقة الزاكرة. واخش على المجلد اللي انا عملته اللي هو مجلد واتساب. اخد ده كده. نسخ. تمام? واروح عند الزاكرة بتاع التليفون مكان التخزين الداخلي. وعندي اندرويد في اندرويد اهي. وبعد كده ميديا. وبعد كده واتساب العادي. ايه دي واتساب العادي. دخلنا جواه. هنازف دي. تمام? حسف الكل. ونعمل النسخة. تمام? بالشكل ده. بعد ما اكتمل بقى هنروح نكمل تسجيل على الواتساب برقم التليفون بتاعنا. كلام جميل. ادي الواتساب وهدي رقم تليفوني. التالي. بريد ادخل التحقق بخطوطين. ده انا عمله تأميل للحساب بتاعي. متابعة. سماح. سماح. نجاري ببحث عن النسخة احتياطية. استعدى رشتك الان بحجم خمسة وعشرين ميجا. اقول له استعادة بالشكل ده. وانا انتظر بقى لحد ما يكمل. الحجم عندي بسيط يعني تقريبا اه خمسة وعشرين ميجا. فاكتمل بالشكل ده نقول له التالي. ابو هاجر احمد قطب التالي. جاري التهيئة. لو خدت بارك وارجع لي اه كل حاجة تبقى كراية. تمام? مع ده اللغة. انا هنا غيرت اللغة في بداية التثبيت اخترتها لغة عربية. تمام? نسخة الاحتياطة الجوجل درايف براح تخليها يوميا اسبوعيا شهريا ما تعملش نسخة احتياطها الجوجل درايف مش مشكلة خالص. تمام? وبعدك اقول له تم. وبعد كده ندخل التحقق بخطوطين برضو. رجعت رسائل واتساب زي ما كانت تي بي كال. هادي كان تهى الفيديو بتاعنا ماستجد عمنا اللايك على الفيديو ومشير الفيديو عشان ارى يارك يستفيد.